من المساء التي يجب أن نتعلمها والمسلم يحرص على تعلم أحكام الشرع والدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فنتعلم عن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ختام وبعد نهاية شهر رمضان نحرص أولا على أداء صلاة العيد الأطفال والصغار والكبار والرجال والنساء نصلي صلاة العيد في المصلى أو في المسجد لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء ذهابنا إلى الصلاة نكثر من التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأجر العظيم والثواب الكبير ومن أراد أن يرفعه الله عز وجل فليطبق السنة